أهلا وسهلا حلقة جديدة من حلقات بيت الوجوه بكل عفوية وحب نتحدث عن اللغة واللغويات إلا أن هذه الحلقة تختلف قليلا عن نسق الحلقات الماضية سنتحدث فيها نوعا ما عن لمسة أدبية وبلاغية وزمانية أيضا عن كيف تتحول اللغة ويتحول تناول الناس معها حسب الظروف وسياق المجتمعات تصور في السابق كيف كان الشوق وكيف كان يعبر عنه من خلال اللغة كانت تغييب التقنية فتبدع اللغة في أثر هذا الشوق على قلب الشاعر والمتحدث تخيل أنه مجنون ليلة يقول أقلب طرفي في السماء لعلهم يوافق طرفي طرفها حين تنظر يقول يعني أنا بناظر السماء بناظر القمر يمكن يمكن الليلة في العراق تناظر القمر في نفس اللحظة فنلتقي لاحظوا وين وصلوا اليوم الموضوع مختلف تماما كيف أثر هذا على تناولنا للغة من خلال وجود واتساب استجرام تويتر فيسبوك رسائل نصية وعشرات وسائل التواصل الاجتماعي هل قتلت اللغة الشوق؟ سؤال منطقي أم أنه تغير التعبير عن الشوق والتقنية أتت بطرق يعبر فيها الإنسان عن شوقه بشكل غريب وعجيب يحكي لي أحد الأصدقاء أنه في الثمانينيات الميلادية كان لديهم وابتعث في ألمانيا يقول كان يراسل أهلة عبر الرسائل الورقية يبعث لهم رسائل الورقية أولا تخيل تخيل معي كيف كانت هذه الرسائل الورقية تحمل من تفاصيل دقيقة جدا عن حياة هذا الإنسان اليوم كاميرا يصور وخلاص يشوفون كل شيء هذا كيف كان يوصف بيته والنهر اللي على جال بيته وجامعته وكيف كان يطبخ وكيف كان يتكلم تفاصيل دقيقة جدا ثم إذا وصلت هذه الرسائل الورقية نحن ما نتكلم قبل مئات سنين ثمانينات الميلادية نتكلم عن 35 سنة ماضية فقط إذا وصلت الرسائل هذه يقول كنا نتجمع كلنا جوا الصالح ونقراها سوا بشغف كأنه عرض سينمائي هذا يقرأ ثم هذا يقرأ ثم يتخيلون منظر ولدهم هناك وكيف كان يوصف فكانت اللغة حاضرة بتفاصيل عجيبة وإسهاب لغوي وصفي بلاغي عجيب كيف كان يعني يحاولنا يوصف الأشياء كثيرة لاحظوا معي ما كان فيه أموجي ما كان فيه ميميز اللي يسمونه الميميز اليوم تعبروا تختصر الموضوع لا الموضوع كان مختلف يقول كان الوالد الله يرحمه عنده تجوري خاص بأوراق ابنها المبتعث وكانت هذه عادة عند كثير من الأباء أنهم عندهم تجوري خاص بالمكاتيب ويمكن هذا يذكرنا بأبيات بدر بن عبد المحسن الشهيرة يوم قال لا تردين الرسائل ويش أسوي بالورق وكل معنى للمحبة ذات فيها واحدة ركت كيف كان الواحد يخط ويمسح يخط ويكتب يقول يمكن أنفهم كده يمكن يصير كده ويستانس بس أنه وصل خبر عنها لأن التقنية ما كانت حاضرة يقول قصة طفايرها ودريت البارحة جاني خبر أدري للبسة خاتم عقيق وتقرى لها كتابا عتيق يقول فرح فرح أنه جاه واحد وقال له يعني القصائد كانت مفعمة بالوجد لغياب المحبوب اليوم يمكن يغيب لكن بإرادته لكن أمس كان الغياب قصري على الجميع ما ما يقدرون أنهم يتواصلون لانقطاع التقنية ووجودها هل التقنية قتلت هذا الشوق؟ قرأت في مدونة عنوينة بحب عن بعد للكاتبة المحسون والمدونة هذه كانت تضم قصص تجارب بعض الأزواج في فترة الامتعاث بعام 2019 يعني حديثة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي عليه أكثر يمكن قصة شدتني كانت قصة لصحفية اسمها زينب سافرت لبعثة في الإمارات وزوجها كان في بريطانيا الشاهد من القصة وصفها لشعورها وهي تتواصل مع زوجها تقول يعني أن أمها كانت انصحها تقول يا بنتي ترى البعيد عن العين بعيد عن القلب بس كانت تقولها بالعكس أنا أحس أنه قد نقترب كل ما بتعادنا فأن الشعور بشوقنا البعض كذا وكانت تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي يعني الحمد لله في سكايب وفي سناب شات وفي استجرام وفي فيسبوك وهذا كان شعورها لكن بعد ما مر زمن شعرت زينب أنه لا وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تغني عن الحضور لأنه غابت النظرة غابت تعبير وصار التركيز أكثر على الكلام المكتوب بطريقة قد تسيء فهمه ولهذا السبب نلاحظ كثير من المستشارين الأسريين بينهم المستشار ثامر الصالح كتب مرة في صحيفة سبق أنه يعني الأزواج المفترض أنهم ما يكتفون بالتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق الرسائل المكتوبة لأنه يقول هذه تحمينا نفسيا خلف الشاشة وتخفي كثير من المشاعر اللي لا يمكن أن ينقلها إلا الجسد حتى أنه مراقبة الحديث أثناء المراسلات تكون شديدة جدا على المحتوى اللغوي ويبعد عنها النظرة والإيماءة والابتسامة أذكر حتى وهذا تحدي حتى للملقين البودكاست أذكر أحد كبار المذيعين يقولوا أنه المذيع الإذاعي مسؤوليته ومهمته وموهبته يجب أن تكون أكبر من المذيع التلفزيون كنت استغرب تقول بالعكس وما يطلع لصوته قال صحيح لكن كيف يخبر بصوتها أنها يبتسم أو أنها غاضب أو أنها يمزح أين يجي التحدي الكبير عموما هذا الحديث حديث زينب يرجعنا أيضا للرسائل القديمة يمكن الرسائل القديمة ما كانت تنقل كثير من الأحداث اللي ينقلها اليوم أو تنقلها اليوم الكاميرا في وسائل التواصل الاجتماعي صحيح أنه التقنية عوضت كثير من الغياب واختصرت كثير من المسافات إلا أنه كورونا والحجر المنزلي اختبرت تقنية اختبار حقيقي شفنا كيف الناس يشتقون لها لهم أيام الحجر المنزلي الكل خصوصا في مدينة الرياض يتواصل ويرسل ويصور مع عهلة وكأن بينهم أكس صديدة كانوا مثلا متزوج وأسرتها في بيتهم ولكن مشتاق لبوهم اللي كان يشوفهم تعود يشوفهم أسبوعيا هل التقنية عوضت؟ أبدا لا وكثير من من الأبحاث والاستطلاعات الاجتماعية والنفسية بيّنت ذلك بالعكس التقنية جافة ما ما بالغت في نقل التفاصيل وحتى أنه الشاعر المعروف محمد المقرن كتب أبيات في عيد الفطر كان تذكرون عيد الفطر كان حجر مو الماضي اللي قبله كان يقول غبتم عن العين في حجر إلى أمن وما تغيبون عن قلبي إلى الأبد إذا أتتكم بشهر الصوم تهنئة فإن تهنئتي شوق بلا عدد أيضا التقنية غيبت كثير من الأمور التي كان الشاعر يتلمسها يعوض فيها طبعا مو الشاعر بس حتى أي شخص كان يشتاق سواء لأبناءه لمحبوبته لزوجته لوالدته أشياء كانت تذكرنا فيهم فالتقنية خلاص ما عاد يحتاج إلى أشياء تذكرنا فيهم أنا بس أفتح صورتها وأشوفها في جوالي وانتهينا ما يحتاج لهذا السبب مجلول ليلة واش كان يقول يقول أمر على الدياري دياري ليلة وقبل وذا الجدار وذا الجدار وما حب الدياري شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار لو نقيس زماننا الحين كانت تصل عليها وقال وينكم في رسلوا للوكيشن تهينا نحرك هذا الإبداع اللغوي برسالة واحدة أيضا لو تأملنا قديما قبل وجود التقنية كان إثبات الحب مهمة صعبة جدا اليوم سهل الله ما تتواصل معي يوميا طبعا مو شرطر الحب أنه محبوبة أبناء أب عم خال أهل والله ما تتواصل معي يوميا أو ما أشعر بهذا الشيء في حسابك في تواصلك لكن سابقا ما كان هو غياب ينقطع فيه الجميع هذا ما يدري هذا وش كان يسوي ولا هذا يدري وش هذا كان يسوي وهل لو كان قريب منه سيلتقيه ويتعاهده بشكل مستمر هذا كان يقول لي في محبتكم شهود أربع وشهود كل قضية اثناني خفقان قلبي واضطراب جوانعي ونحول جسمي وانعقاد لساني كان يبين الآخر كان يحلف ويتمسك ويتشبث بأبسط وأدق التفاصيل اللي تتكره في محبوبته كان يقول والله ما طلعت إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب المال من عطاش إلا رأيت خيالا منك في الكاسي ولذلك يقول أحد النقاد الكبار كلام جميل جدا يقول إن اتهام شعراء العرب بالجنون والموت من الشوق منطقي ووارد جدا لسببين السبب الأول أنه يستطيع أن يرى محبوبته ولكن لا يستطيع أن يلتقي فيها في فرق ترا نكتراها ولا تلتقي فيها لأن العرب اجتمع عندهم القرب في المساكن وأنهم رحالة فيشتاق وأيضا الغيرة الشديدة فما كان يلتقيها ويتحدث إليها إلا إذا كانت زوجة له وحل عليه فبالتالي يعني يصلون إلى حالة جنونية أذكر البيت المشور يقول وَأَشَدُّ مَا يَلْقَ المُحِبُّ مِنَ الْهَوَى قُرْبُ الْحَبِيبِ وَلَا إِلَيْهِ وَصُولُهُ كَالْعِيْسِ فِي الْبَيْدَاءِ اِغْتُلُهَا الظَّمَةِ وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُهُ يقول مثل مثل العِيْس العطشانة جداً في الصحران والماء فوق ظهر لكن ما تقدر توصل ونفس الشي ويدري محبوبة فهاك البيت لكن لا يستطيع أن يصلها ولا فيها واتساب ولا تويتر ولا رسالة ولا في القروب سوى فكانت الحالة اللغوية مختلفة تماماً لكن لا أريد أيضاً أن أقسو على اللغة في حضور التقنية تبدلت كثير من المعاني وصار التعبير مختلف عن الشوق عن المشاعر عن الفرح عن الغضب يمكن نذكر القصيدة اللي اشتهرت في إحدى الشيالات اللي كان يقول يسعود العلي عذبني ملهوف الحشا واتعبني واغبني عليه واغبني منغير جميع أرقام صده ما عرفت أسباب واللي ما حسبت حسابه غير رقمه وتسابه وسنابه مع استقرار واتسابه وسنابه مع استقرامه يسعود العلي عذبني ملهوف الحشا وتعبني واغبني عليه واغبني منغير جميع أرقامه صده ما عرفت أسبابه واللي ما حسبت حسابه غير رقمه واتسابه كلمة تصل خارج نطاق الخدمة التقنية أخذ الدور اليوم من التعابير وإيضا الشاعر محمد المقحم لهبيات لطيفة في هالموضوع كان يقول وروح المحادثته من الشوق لا حنيت لعله يجي يرسل رسالة ويلقان ولا شفته يكتب تطلع وتختفي هجيت من الهبلة أدخل في برنامج ثاني تقوس جديدة صارت تنمو مع هذه الثورة التقنية والأبيات كثيرة جدا سعود العجمي يقول الصورة هاللي بجوال يتعذب يا كثر ما جيت بمسحها وخليها حتى الواجد يناظر الواحد والعتاب والفراق طقوس جديدة ولدت مع هذه الثورة التقنية ويبقى السؤال هل هذه الثورة التقنية قللت من الإبداع اللغوي أم غيرت محتوى ولكن ما يقلق اللغويين هو قلة المخزون اللغوي والمفردات عند الجيل الصاعد الآن والسبب أنها صارت تختصر بصورة بأموجي برسالة بسيطة أو حتى بمقطع صوتي عابر وسريع أحيانا اشتقت لك يعبر عنها بقلب بس أحيانا كلمة وينك يعبر عنها برمز هل هذا يهدد الثراء اللغوي هم أنه ينتج أساليب لغوية جديدة يكون فيها إبداع مختلف يتوافق مع هذه التقنية ممكن نفرد حلقة خاصة لاحقا عن هذه الرسوم التعبيرية اللي اختصرت أسطر من الإبداع واللي فيها بصمة لغوية لكل شخص يعبر فيها بأسلوبه اليوم صرنا كلنا نعبر بشكل متشابه لأن صورة كنا نستخدمها سواء ولا قلب أحمر يعبر عن أننا مشتاقين لأننا أحب ولا شيء عجبنا بينما في السابق كل واحد وطريقته ومعجمة الخاص هذه الحلقة ساهم في إعدادها فاز لاستشارات وتقنيات اللغات وفاز لديها شبكة فاز أيضا مهتمة بكل ما يخص اللغة من بودكاست مثل بودكاست ألسن وكل من يهتم بمثل هذا المحتوى لديه محتوى شبيبه وأشجار اللغة أيضا والمجهر وعيون الشعر تجدون قنواتكم أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي ألقاكم في حلقة قادمة ترجمة نانسي قنقر